في لغة الارقام هم اكثر من خمسمائة مواطن عراقي اصبحوا مهاجرين طالبي لجوء باحثين عن حياة جديدة غير تلك التي في العراق وفي لغة الانسانية هم في دائرة الخطر بين الموت بردا وجوعا والسعي الى حل جذري يتخطى حدود بيلاروسيا التي حاصرتهم بعاصفة البقاء لكنها تخطت الحدود فعلا لتصل الازمة بين الكرملين والحكومة البريطانية بعد ان تقاذفت الجهتان الاتهامات بشأن تفاقم ملف اللاجئين على الحدود التفاصيل الاخيرة جاءت على لسان روسيا الرسمي بتحميل مسئولية تدفق المهاجرين وتنظيم داعش بعد ان ربطتها روسيا بمشاركة بريطانيا في الحرب على العراق وتدميره وقتل مواطنيه ونهب ثرواته المعاناة الانسانية التي يتفرج عليها العالم اليوم بما يريد العراقيون على حدود بيلاروسيا في السعي الى اللاعودة الى الوطن هي ذاتها المعاناة التي اخرجتهم من البلاد لكن العراق كان في وجهة الحدث بعد ان اتخذ قرارات من شأنها اطلاق رد فعل على ما تقوم به حكومة بيلاروسيا تجاه المهاجرين العراقيين على وجه الخصوص ومع هذا فان اول رحلة ستسير لاعادة المهاجرين الى البلاد هي حل من الحلول التي ستخفف الازمة لكنها فتحت بابا جديدا من الازمة التي تذكر العالم بتفاصيل الحرب على العراق البلد الذي يريد ان ينعم باستقرار وسلام وهو ما يبحث عنه مواطنوه بعد ان فقدوا بوصلة صناعة التطوير وحياة كريمة